السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم شباب عاملين ايه يا رب تكونون بخير. اه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شخص المرسلين سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام. اه ازايكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونون بخير. النهاردة ان شاء الله مع فيديو جديد. اه فيديو بيهم كل الناس اللي فعلت القنوات. وانا واحد منهم اه وعملت الاجراء ده هوت اللي ان شاء الله هنعمله مع بعض. اه في البداية ان شاء الله يا شباب لازم نعرف اه النقارات غير الشرعية. يعني قبل انا ما اتكلم في الموضوع اللي لازم الناس تكون عندها تعرف ايه هي موضوع النقارات الغير شرعية. اللي بتجي لها او اللي لازم تعرفها قبل ما اه تعمل اي حاجة. اه احنا اتكلمنا عليها مسبقا اه وان شاء الله هسيب لكم رابط الفيديو في سندوق الوصف. بتاعكم معنا غير الشرعية. اتكلمنا عليها وانا هنسيب لكم رابط الفيديو في سندوق الوصف عشان تعرفوا ايه النقارات غير الشرعية وتحرصوا منها. وان شاء الله تنفزوا بالكلام ده هوت عشان الارباح بتاعتكم اه تزيد. وحسابكم يفضل في امان ان شاء الله رب العالمين. بالنسبة لل اه للنقارات غير الشرعية يعني مختصر مفيد كده هوت. انت لما بتشاهد الفيديو بتنزله او اه او الفيديو بتنزله بتشاهد لنفسك متاح ليك مرة واحدة على نفس الراوطة. معاك مسلا اتنين تلاتة اربعة ما يحقش اللي هم يشاهدوا ليك الفيديو باعلاناته بالحاجة اللي بتنزل معك. كمان النقارات غير الشرعية ايه? اللي انا اللي اعلاني يبقى شغال وادخل جوه الاعلان نفسه. يعني اكمل الاعلان. الاعلان خمس ثواني تعمل تخطي. ما بتعملش تخطي. ما بتخش داخل الاعلان. الاعلان موضيته خمس دقايق سبع دقايق. دي بتسمى نقارات غير شرعية. او حد بيشاهد لك كل يوم الفيديوهات بتاعتك كل يوم بيقررها لك. دي تعتبر نقارات غير شرعية. ده مختصر. وان شاء الله رجعوا للفيديو في سندوق الوصفة. هتعرفهم ازاي موضوع النقارات غير الشرعية بالتفصيل او النقارات الزيارات الغير صالحة. اه لازم نقول والنوه على النقارات الغير الشرعية. النقارات الغير الشرعية دي بتؤدي الى خسائر للمعلنين اللي هم بيعلنوا على اليوتيوب. انت لما بتفتح الفيديو بيظهر اعلان. ده الاعلان ده بتاع المعلنين اللي اللي عايزين اعلاناتهم تنزل على الفيديوهات بتاعتك. فانت لما بتخش على فيديوهاتهم على داخل الفيديو نفسك. بتشوف الاعلان كامل. انت كده بتخسرهم كتير. فهم طبعا اه مش بيستفادوا من تلك النقارات. اه لان اللي بيقوم على اللي بيقوم بالنقر على الاعلانات دهية. بشكل عشوائي. مش هدفه اللي هو يدخل يزور الصفحة. يعني انت مش داخل تزور الصفحة عشان انت حابب الاعلان. لا ده انت داخل تزور الصفحة عشان تشاهد لحد تاني. فليوتيوب عارق الكلام ده هو. فطبعا اه هو بيعرفه الكلام ده هو تليوتيوب بيعرف اللي ده تخريب. ده هدف التخريب. اه فطبعا بي اه ده بيؤدي الى تخريب حسابك في ادسنز او ايقاف حسابك في ادسنز. فلازم يا جماعة الخير يا شباب يا محترمين. لازم اخدوا بالكم من الملخوزة دهية. نعد الموضوع وندخل على طول. احنا عشان نتفادى موضوع النقارات الغير شرعية. ونبقى في امان مع ادسنز مع جوجل ادسنز. لان جوجل ادسنز هي اللي خاصة بالاعلانات بتاعت اليوتيوب. هي اللي اتجيب لك الارباح وتبعت لك الارباح. فلازم عليك اللي انت تتواصل مع جوجل ادسنز. طب احنا نتواصل مع جوجل ادسنز ازاي? تتواصل مع جوجل ادسنز عشان تحفز على حسابك من الاغلاق لقدر الله. اه بس يا ريت اللي احنا احنا هنعرف الطريقة بس ما نتواصل مع جوجل ادسنز اعمال على بطالة يعني انا كل شوية كل اسبوعين تلاتة او كل اسبوع اروح اعمل لهم النموذج اللي انا هنوري لحضراتكم. وابعتهم لهم. فبالتالي انا بتخليهم هما يبدأوا اللي هما يبصوا لي او ياخدوا بالهم مني ويتفحصوا الحساب بتاعي ويرجعهم يعملوا مراجعات مستمرة بالنسبة لك. اه وده بيؤدي اللي انت ممكن يوافو لك يعني بمعنى البلد دي على الوحدة. فانت لو متأكد تأكد تام وانت بتعمل الاحصارات بتاعت الفيديو بتاعتك بتشوف احصارات الفيديوهات وبتعمل احصارات على القناة وبتشوف في زيارات غير صالحة انت بتبعت لهم النموذج ده هوت شهريا عشان تتفادى الموضوع ده هوت وعشان ليوب حسابك ان شاء الله حساب في امان. طيب ايه اللي انت ممكن تعمله علشان تقلل النقارات غير الشرعية. اه اولا يعني وقبل ما ينقش عنموذش لازم تعرف الملحوظات ده هي. اول حاجة قلل الوحدات الاعلانية على الفيديو بتاعك. انت الفيديو بتاعك بتنزل علي عشر اعلانات خمستاشر اعلان. لا ممكن تخليهم خمس اعلانات. ممكن تخلي الوحدات الاعلانية اللي انت الممكن تعمل للربح اللي هي بتاع التحقيق الربح ويزهر لك فيها وحدات اعلانية خمس وحدات اعلانية ممكن تخليهم ثلاث وحدات اعلانية ما تقطرش من الوحدات الاعلانية اه كمان تاني حاجة وحاجة مهمة تأكد من مصدر الزيارات بتاعتك اه على الفيديوهات لو لقيت الزيارات جاية من مواقع غير معروفة او من موقع مجهول اعمل له بلوك ديريك اللي ان ده هو تايزيك وهيتعيبك حتى لو بيجيب لكم مشاهدات وارباح ده هيزيك وهيتعيبك وعشان كده احنا بنبلغ عن الزيارات الغير صالحة وبالتالي حبيبي اروح للشرح العملي مع بعض عشان نفهم موضوع النقارات غير الشرعية ده هيت ونعمل النموذج ازاي ونرسله لدعم اليوتيوب عشان نتفادى الوقوع في المطبط ده هيت يلا بينا نروح مع بعض للنموذج بتاعنا وهو ان شاء الله نموذج مختصر بس عملي ايفاهمكم ازاي تعملوه كل شهر اخواتي اللي هم فعلوا القنوات ونزل عليهم نزل لهم الاعلانات ونزل لهم تحقيق الربحة على القنوات بتاعتهم يا رب ان شاء الله تكونوا بازن الله موفقين ويكون الشرح دهوت ان شاء الله عملي تاخدوا منه حاجة تساعدكم اللي انتوا تحافظوا على قناتكم لان العالم تعبد فيه القنوات جدا جدا مش هطول على حضراتكم نروح للشرح العملي مع بعض اه يلا شباب احنا دلتي في الشرح العملي انا سيبلكم اه انتبلكم النموذج رابط النموذج انتبلكم رابط النموذج في صندوق الوصف عشان توصلهم بسهولة وتملو النموذج ده وترفقوه ترسلوه الى اه مركز المساعدة بتاع وعشان تتجنبوا النقارات اه غير الصالحة اه انا هو اول حاجة هو اه ضغط عليه وجبته انا هنسيبلكم الرابط اسفل الفيديو هنسيبلكم اه رابط النموذج ده هو اسفل الفيديو عشان توصلهم بكل سهولة اه ده مركز المساعدة احباها العزاء هنقش على مركز المساعدة فيه نموذج اه هو هننزل نموذج جهة الاتصال للنقارات غير الصالحة اه وبيقولك اه الرجاء ملاحظة اننا قد لنرد على رسالتك الا اذا وجدنا مشكلة مهمة تتعلق بحسابك يعني انت هترسله لو في مشكلة مهمة وتتعلق بحسابك هم هيرسلولك ويقولولك في مشكلة كذا كذا واخد بالك منها تجنبا لأي يعني بينزروك اه طالما انت بعدته وما ردوش عليك يبقى انت ماشي في الطريق الصحيح بس انت حاول تتجنب وتماشي على الكلام اللي احنا قلناه مسبقا اول حق اللي بيقولك ادخل معلومات الاتصال بك صحيحة انت هنا بتدخل الاسم بتاعك اللي انت فيه الاسم بتاعك هنستكمل حبيبي ده مركز المساعدة بتاع ادسنز اللي هو النموذج اللي انا نسيبه لكم وده النموذج اللي انت هترسلهه كل شهريا ولو انت متأكد اللي فيه حاجة غلط هترسل لهم الكلام ده هو اه اول حاجة بيقولك يكتب الاسم الاسم ده جماعة الخير او اللي هو الاسم اللي انت مكتوب في جوجل ادسنز اللي هو في البطاعة الشخصية بتاعتك يبقى اول حاجة الاسم اه تاني حاجة عنوان البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني اللي هو اللي هو رابط اه الجيميل اللي هو الجيميل بتاع حسابك في ادسن جيميل ركزوا في الحتة ده هي او معرف الناشر او معرف الناشر هو اسمه معرف الناشر بيو 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 بي يقول لك يرجى تقديم الإجابات على أسئلة الحماية التالية سيساعد هذا على ضمان قصصية كل حسابات AdSense وحمايتها بعد ذلك عنوان URL التي تظهر فيه الشفرة هذا عنوان القناة بتاعك الموضوع يرجى تحديد احد الاختيارات يرجى تحديد احد الاختيارات يقول لك الابلاغ عن نشاط غير عادي في حسابك او التنبؤ بتغير كبير في نشاط حسابك انت ممكن تختار واحد من الاثنين ممكن تختار الابلاغ عن نشاط غير عادي في حسابك اختار الاولانية او التانية برحتك الاثنين زي بعض على فكرة اختار واحدة من الاثنين يبقى دا ايه تحديد الاختيارات هتختار اختيار من دهوت بعد كده التواريخ والكلام ده ملكمش دعوة بحسابة التواريخ دي سيبوها بعد كده بيقول لك فكرة تشرح فيها ما الذي يجعلك تعتقد ان النشاط النقر غير صالح ما الذي يجعلك تعتقد ان لديك نقارات غير شرعية او زيارات غير صالحة بتكتب له الكلمتين اللي انا اقول لك كلمتين كويسين بتقول لهم مرحبا فريق دعم جوجل ادسين انا في العادة بتكون نسبة النقارات بتكون بنسبة من اثنين لخمسة في المية على حسب انت ما كانت موجودة معاك او لحد سبعة في المية ولكن في ايام محددة وجدت النقارات زادت بصورة عالية تمام كده احنا وصلنا للفقرة اللي انت هتكتبها اشرح لهم فيها باسلوب حلو كده هم جملتين ثلاثة كدواب بتقول لهم ان نعدلك تاني وفي فقرة كمان هي تقول لكم اعزائي واصدقائي جوجل ادسين اه ولاحظ تغيرات في هذه الفترة في حسابي على النقارات اه فارجو من منكم مراجعة هذا الامر واذا وجدتم اي مشكلة بخصوص النقارات غير الصالحة او الزيارات غير الصالحة ارجو ان تتأكدوا انني ليس لي اي صلة بهذه النقارات دي فقرة بتكتبها لهم وتيجي في الاخر خالص كده هوت في المستطيل باللون لازرق كده هوت بتضغط عليه ضغطة بترسل لهم لحساب ادسين اه طبعا هو كده لما انت بتعمل ارسال هو لو في مشاكل في الحساب هو عيرجع لك مفيش مشاكل في الحساب والعملية ماشية تمام ايه انا 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 مراجعة الامر دهوت. وانا اه غير مسؤول عن اي نقارات غير صالحة تأتي عندي. اه طبعا هم كانوا كانوا تبين لك فوق ايه الرجام ملاحظت اننا قد لا نرد على رسالتك. الا اذا وجدنا مشكلة مهمة تتعلق بحسابك. ربنا يسر الامر. وما يكونش فيه اي حاجة. بس هو النموذج ده انا واحد من الناس عملته وبعدته بجوجل ادسن زي ما قادي شهر ونص مفاعل. بس انا بعدت لهم عشان اتجنب اي مشاكل. اه فانتم برضو يا ريت اللي انتم تراجعوا النقارات غير الشرايا والزيارات وتعملوا تبعاتوا النموذج دهوت. بكل الناس المفعالة القنوات. يا رب يكون الشرح بتاعها مبسط واصل لحضراتكم. لو في اي حاجة سبوها لي في التعليقات. لو في اي حاجة عايزين ان اشرحها. اه انا معكم وتحت امركم. اه شكرا لكم. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.